أعلنت وزارة الخارجية تلقي مصر دعوة من الحكومة الهندية للمشاركة قضايف لرئاسة في كافة اجتماعات مجموعة العشرين خلال فترة رئاسة الهند للمجموعة والتي تبدأ ديسمبر القادم ولمدة عامة وأشرت الخارجية إلى أن الدعوة الهندية تعكس الروابط التاريخية بين البلدين قيادة وحكومة وشعبا وتجسد مكانة مصر إقليميا ودوليا ودورها المؤثر في القضايا والملفات الاقتصادية الدولية الرئيسية ونوهت الوزارة إلى تولي مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية السفير راجل إتريبي مهامي الممثل الشخصي للرئيس رئيس الجمهورية لدى مجموعة العشرين